اشتركوا في القناة على الخدمات الصحية الأساسية وعلى استراتيجية منظمة الصحة العالمية في المستقبل وخلال الاجتماع أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة على جهود مملكة البحرين الاستباقية في مواجهة هذه الجائحة وما بذلته من خلال تسخير الإمكانات وتوفير المستلزمات الطبية وتسهيل التجارب السريرية وتوفير أفضل الخيارات التشخيصية والعلاجية مشيرا إلى جهود الحكومة الموقرة في مواجهة هذه الجائحة من خلال المبادرات والبرامج كمنتدى رؤى البحرين ومبادرة سمو رئيس الوزراء بإنشاء فريق عمل تابع للأمم المتحدة تحت مسمى أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التخفيف من آثار فيروس كورونا بالإضافة إلى مبادرة سموه بإطلاق جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني وتخصيص أول يوم أربعاء من شهر نوبمبر من كل عام يوما لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين ترجمة نانسي قنقر